حدثتك أشارت تعالى بس نشوف المشهد ما قبل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحقيقة المشهد كان غاية في التعقيد قبل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤوليته كرئيس للبلاد مصر كانت بوعد تعاني تقريبا من شبه عزلة وشبه قطيع على مستوى العالمي والمستوى الإقليمي كانت عضويتها مجمدة في الاتحاد الإفريقي وكان في مشاكل ضخمة في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة الأمريكية مع الدول الفائلة تقريبا في العالم إلا باستثناءات قليلة بعد الدول الشقيقة وبعد الدول الصديقة الملف ده لما نيجي لازم نحط الصورة دي في المشهد الأمامي عشان نقدر نشوف إزاي مصر تحرقت إلى الأمام في هذه الملفات بقوة ومش استعادت مكانتها كما كانت لا بالعكس هي عادت أقوى مما كانت أقوى مما كانت والكلام ده الواقع اللي بيقوله ومش اللي احنا بنقوله فيه حاجات أحيانا بيبقى فيها وجهات نظر ممكن نشكر ونتكلم بكلمات فيها وجهات نظر لكن لما نتكلم على وقائع محددة دي ما فهاش وجهات نظر لما تيجي تشوف الملف السياسي تحديدا اللي حضرتك أشارت إليه مصر تنقلت خطوات عملاقة ربما تكون اكتسبت فيها مساحات لم تكتسبها حتى من قبل في طوال تاريخها السياسي السابق بمعنى إيه؟ تعال نشوف النهاردة بعد ما كانت رؤيتها مجمدة في الاتحاد الأفريقي أصبحت رئيسة الاتحاد الأفريقي في الدورة الماضية بعد ما كانت رؤيتها متقزمة في كثير من المواقف الآن على المستوى العالمي آخر حاجة يمكن كانت يوم السبت الماضي كانت المبادرة المهمة اللي أطلقتها مصر هي الأزمة الليبية وش مبادرة مجرد مش مبادرة مصرية بس لحد مبارح بالليل وأنا قاعد أتابع ردود الفعل كان آخرها رد الفعل الأمريكي المؤيد لهذه المبادرة وقابليه رد الفعل الروسي ورد الفعل البريطاني ورد الفعل الإيطالي ورد فعل القوى الدولية الفاعلة كلها المؤيدة لهذه المبادرة باستثناء قليل يعني بعض الدول بقى المارقة إذا جاز التعبير هتتلاقي فيه قبول كبير جدا لوجهة النظر المصرية في الملف الليبي اللي هي كانت برضو للأمانة هو يوم السبت مش تطور غريب أو مصار مفاجئ للمصار الدبلوماسية المصرية في الملف الليبي ده كان تطور طبيعي جدا لمعالجة مصر للملف الليبي زيها زي معالجات كثيرة في هذا الشأن في القضايا الإقليمية اللي هي القائمة على فكرة مصر تبنت الحقيقة منذ تولي الرئيس عم فاتح السيسي فكرة الدولة الوطنية مفهوم الدولة الوطنية كيف نحافظ على الدولة الوطنية كيف نحافظ على كيانات الدولة الوطنية هذا المفهوم اللي بدأت العديد من الدول العالم تتبنى يعني كانت أمريكا عندها موقف في هذا الإطار الآن أمريكا تقريبا بتتجه إلى قبول هذه الرؤية دول عربية صديقة وشقيقة كانت عندها برضو توجهات مختلفة في هذا الإطار الآن هذه الدول العربية الصديقة والشقيقة تتبنى هذه الرؤية في فكرة كيانات الدولة الوطنية فكرة الحفاظ على الدولة الوطنية هذا الأمر بينطبق على ليبيا بينطبق على اليمن بينطبق على سوريا بينطبق على كل المناطق التي فيها نزاعات في مختلف دول العالم فكرة إسكاة المدافع في البنادق في الدبلوماسية الأفريقية مصر كانت متبنية هذه الفكرة وأطلقت وقت أن كان الرئيس عبد فتاح السيسي رئيسا للمنظمة أو للاتحاد الأفريقي هذه المبادرة أطلقت وقته مالذي